الله داد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدن عظيما الحق سبحانه وتعالى حين يريد هدي خلقه والناس يألفون دائما شهوات نفوسهم فتطرأ عليهم الغفلة حين تطرأ عليهم الغفلة ينسون شيئا من المنهج وحين ينسون شيئا من المنهج يأتي المجتمع لينبههم إلى ذلك إذن فالإنسان قد يكون أوابا إلى ربه حين تكون نفسه لوامة ولكن قد يأتي تأتي عليه فترة من الزمن فلا تلومه نفسه فعلى المجتمع حين إذن أن ينبهه إلى نفسه وأن يعيده إلى رشده الهديي فإذا ما فسد المجتمع فماذا يكون الموقف لا بد أن تتدخل السماء مرة ثانية لتأتي بالمنهج الجديد هذا المنهج الجديد لا بد أن يكون على لسان رسول جديد بمعجزة جديدة ولكن الله سبحانه وتعالى قد شاء أن يختم الرسالات برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يأتي نبي بعده إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الخاتم ومعنى الخاتم أن الله أودع في أمته خصيصة هذه الخصيصة تقوم مقام تعدد النبوات وتعدد الرسالات إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخاتم لرسالات السماء وما دام الخاتم لرسالات السماء فلا بد أن يكون في رسالته عناصر البقاء وفي أمته أيضا عناصر الحفاظ على هذه الرسالات ولذلك يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة ولكن الخير حين يكون محصورا فيه فمحمد صلى الله عليه وسلم أهل لأن يتلقى كمالات متعددة ولكن الأمة لا يستطيع فرد منها أن يأخذ الكمال المحمدي فالخير فيه صلى الله عليه وسلم بأجمعه وكله ولكنه في أمته موزع فوأخذ يأخذ منه صفة وآخر يأخذ منه صفة وثالث يأخذ منه صفة بحيث إذا تجمعت صفات الكمال في أمته صلى الله عليه وسلم أمكن أن يكون هو النموذج الشائع في الأمة كلها ترجمة نانسي قنقر